يا اهلا بكل متابعين كرات ملخص فيلم من كل مكان بيبدأ في الميناء النهاردة مع ليلى ودي شغالة بيعت سمك وعندها في عدود 30 سنة او اكتر ولكنها كانت زي الفرسة وجوزها ما كانش مهتم بها خالص ومش قادر يشبعها وطبعا هي مش تاقة انها تشبع رغبتها الهيجة مع اي شخص وبيبدأ في الميناء مع شابه اسمه داني وهو بيتمشى في شوارع لندن واسناء ما هو بيتمشى رحل جنب الحيطة عشان يعمل زي الناس وفجأة طبت على الشرطة وكانوا عايزين يدفعه تم غلطته لان ممنوع اي حد يطرطر في الشارع ولحظتها داني هرب منهم وبدأت الشرطة في امطردته وداني دخل بسرعة لمحل سمك وبدأ يتظهر وكأنه عايز يشتري منها سمك ووقتها بنشوف ليلة واللي شفته انه مش بخير وسألته هل هو بخير وهو قال لها انا بخير يا وحش الكون ولحظتها كان لسه هيمشي لكن شاف الشرطة لسه موجود خارج محل السمك وهنا بدأ يتظهر بانه مريض ودخل ليلة وزوجها اسمه بوبي ياخدوا داني لمنزلهم عشان يهتموا بيه وهم بيتعشوا بدأ يسألوا داني هو بيعيش فين وهو قال لهم انه مش عنده عائلة وانه مامته ماتت وهو صغير فليلة قالت لزوجها بوبي ادي له فرصة وخليه يشتغل معانا وبيوافق بوبي ولحظتها بيقبل داني انه يشتغل مع بوبي وفي نفس الليلة كان داني بينظف مئدة الطعام وبوبي كان بيقر الجريدة وهنا ليلة كانت في الحمام وتاخد شاور وكاد بتغني ولما اخدت الشاور راح تتطمن على داني وجي جزها وقال لها انه هيروح ينام فقالت له انها توقع تسمع فيلمها المفضل مع داني وبعدها اخدت ليلة داني معها للغفة التلفزيون وشغلت التلفزيون وبدأ يتفرجوا هما الاتنين على الفيلم وتاني يوم اخد بوبي داني معه الشغل وبدأ بوبي يعلم داني ازاي يمسك السمكة وازاي ينظفها وداني كان بيشوف عشان يتعلم وفي الليلة دي كان بوبي نايم ووقتها كان داني بياخد شاور ولما خلص لقى ليلة في غرفته ومستنيان وقالت له خد ده لبس بوبي وهو مش بيتبسه دلوقتي وقالت له اتمنى لك ليلة سعيدة وستبته ومشت وتاني يوم بوبي وداني كانوا بيمارس الرياضة بعد الشغل وفي يوم من الايام رجع داني للبيت بدري ووقتها شاف ليلة في الحمام وهي بتستحمى وفي نفس الليلة جي اتنين حرامية عشان يسرقوا بضعة بوبي من العربية ووقتها شافهم داني ورح لهم وهنا بدأ في اخناق معاهم وبوبي لما شافه بيتخانق جير عليه وبدأ يضرب معاه لحد ما الحرامية قدروا يهربوا بالعربية وفي نفس الليلة كانت ليلة كالعادة بتسمع الموسيقى وهي بتاخد شوارها ولما خارجت ليلة من الحمام لقيت داني في المطبخ وهنا رحت له وقالت له انت صح ليه عصر لحد الوقت وهو قال لها انه مش قادر ينام وحاسس بالحزن فهي سألته وانت حازين ليه عصر وهو قال لها انه بيحبها وكمان كل ما بيشوفها في الحمام بيحسوا انه عايز يعنقنها وهنا كانت ليلة مصدومة ووقتها قربت ليلة من داني وداني حضنها جامد وباسها وعمل واحد شاي بحليب ولكنهم زوادوا السكر وفي تاني يوم الصبح جوز الستة هانم كان بيفطر وبعدها رح لشغله وبعدها بدأ داني يرجع البيت بدري لانه علف على الشاي بحليب مع ليلة وبعدها بنشوف بوبي بيتفرج على مباراة وكان مندمج جدا معاها قدام التلفزيون ولحظتها كان داني بيقنقن ليلة في المطبخ وفي الوقت ده جي ابن ليلة من السفر عشان يزور الطهرى مامته ليلة اللي ما زرتوش من ساعة ما هو تجوز ووقتها دخل ابن ليلة وزوجته للبيت ولحظتها كانت ليلة بتعمل علاقة كالعادة مع داني وهنا بدأ ابن ليلة دول على مامته ولحظتها خرجت ليلة من غرفة داني بسرعة وقالت لهم انها مفاجأة حلوة جدا لها وبدأت تحضنهم وتبس فيهم وقال لها ابنها انه كان مفتقدها جدا وكما مفتقد غرفته القديمة ورح ابنها للغرفة ولما دخل هناك لقي داني قدامه وسأله مين انت فقالت له ليلة ان دا داني وهو شغل معايا انا وابوك بوبي ولحظتها بدأ ابن ليلة ينظر لي نظرات غريبة ووقتها جي بوبي ابوه ولحظتها استغل داني الفرصة واخد ملابس ليلة الداخلية في البرنيتا عشان محد الشعر في الحقيقة وفي اليوم دا اخدت العيلة اجازة جماعية وكان داني بيتكلم مع ابن ليلة وكانوا مستمتعين جدا بالاجازة على مركب وسط البحر وفي ليلة كان بوبي نايم لكن ليلة وقتها كانت بتعمل شاي بحليب مع داني والهنم مش عندها اي وقت تضيعه شغله مش رحمة نفسها ولا داني وفي ليلة كان بوبي نايم وصح من النوم وراح للحمام ولحظتها كانوا بيعمل علاقة جوه الحمام وكانوا مستخبين منه والمغافة لبوبي ما شفهمش وكان بذهولة على عينه خالص وراح تاني لغرفته وكمل نومه وتاني يوم كان داني في محل السمك مع بوبي وهنا بقى بوبي بحت معه شوية سمك لزوجة ابنه وراحت داني بالعجلة ولما وصل ورن الجرس سألته مين بيرن وهو قال لها انا داني وبعتني بوبي عشان جايبلك شوية سمك وهنا فتحت له الباب وقالت له ادخل حطه في التلاجة عشان انا مشغولة مع ابن الصغير وبعدها راح لها داني وقال لها عايزة اي مساعدة تاني وهي قالت له خلي بالك من الطفل وانا هشوف السمك وبعد ما خلصت رجعت لداني وهو كان بيلعب مع الطفل وكانت هي مبسوطة جدا بلعب مع ابنها وفجأة رجع جوزها ولقي داني هناك فقالت له زوجته ان ابوك بعضه عشان يجب لنا السمك ووقتها داني قال لهم اعتقد ان تأخرت ولازم ارجع للشغل وفي نفس الليلة كان داني نايم وحده وليلة كاية 8 سنية بوبي ينام عشان تروح عند داني وفعلا وهي خرجة صحي بوبي وسألها انت رايحة فين وهي قالت له انا هفتح الشباك لان الجو حر ورجع التاني نامت جنبه وانقانها هو المراد وحس على دمه وفي الاجهزة الاسبوعية كانوا كلهم مع بعض وبوبي شغل الموسيقى وفضل يرقص مع ليلة وهم بيكلوا قال لهم بوبي ان عنده مفاجأة لهم وقال لهم انه اشترى 3 تزاكر للصفر واحدة لي والتانية لزوجته والتالتة لداني ولحظتها كان داني مبسوط جدا وهنا لحظة ليلة رجلي داني بالرجل ايها وكان بيلعب لها في وهي اعتقدت انه داني لكن لما قام داني اكتشفت انها مش رجله لكن كانت رجل ابنها ولحظتها كانت غضبنة جدا وضربته بالقلم وهنا عارف ابنها بانها على علاقة مع داني وفي الليلة دي كانت حزينة وندمنة جدا وراحت لداني وقالت له ان ابنها عارف على كل حاجة وتاني يوم بعت بوبي داني لبيت ابنه عشان ياخد لهم السمك ولما وصل داني لقي زوجة ابنه بوبي وقفة عند الباب وهي حزينة ولحظتها قالت له تعال نتمشى وهما بيتمشوا عارف ان زوجها ضربها وقالت له هو افتكر ان عملت معاك علاقة لما لقاك معايا في البيت اليوم اللي جبتلنا فيه السمك وبدأ داني هديها وداني ساعدها انها تمشي من بيت جوزها ووقتها كان جوزها بيبكي وحزين جدا واتصد بابو بوبي وبلغه بانه اكتشف ان ليلى امه بدخونه مع داني ولحظتها كان بوبي مصدوم وحزين جدا وبيبي حاول انه يقتلهم وهنا بدأ يتخانق مع داني لكن فجأة مات بوبي بسكتة قلبية وفي نفس الليلة كان داني حاسس بالندم وبيبكي على الرجل اللي اقتمنوا على بيته وعلى اللي هو عامله مع بوبي لانه كان بيعتبر صديقه من مفضل وبعدها داني كان بيمشي في الشوارق وهو حزين جدا ووقتها جاله ابن ليلة وقال له هو انت سعيد دلوقتي بموت ابويا وكمان بسببك خلتنا اماشي مراتي من البيت ولما كان داني ماشي جاء ابن ليلة من وراء وعتلوا بالسكينة ووقتها مات داني وخلصنا منه من اعرفه وبكده بكون خلص في المنا ولو عجبك ما تنساش اللايك والشير وتقطر من فعل الخير واهم حاجة اشتراك بو كانت تفعيل الجرس عشان لسه عندنا ملخصات كتير ونشوفكم في فيديو قادم سلام